مرحبا بكم من جديد ملخصنا اليوم لرواية رومانسية بعنوان حبيبتي بكماء للكاتب السعودي محمد السالم هذا الملخص مقدم بقناة ملخصات كتب ندعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات والضغط على زر الإعجاب يحكي الراوي هاتان عبر صفحات الرواية قصة حبه لابنة عمه فتاة بكماء ورقيقة يقابلها هاتان بعد عودته مع أسرته لمدينة الرياض بعد غياب طويل فيقع صريع عينيها من أول نظرة تبادله حمين هذا الحب ويبدأان بتبادل الرسائل الغرامية خفية كنت أول دعائي وكنت أجمل دعائك همست بيا رب جعلها لي وهمست بيا رب جنبني حبه إن كان كاذبا وفي السماء كانت دعواتنا تتسابق ولا نعلم أيهما ستستجاب يصف لنا بكلمات رقيقة هذه المشاعر الجميلة فمعظم الرواية هي نصوص غرامية رومانسية على هيئة رسائل أحبك وأخافك وأحترث من هذا الحب كيف لك أن تجرفني معك وأنا التي تمشي حذرة بجانب الجدران حين نحب تتعلق سعادتنا على أكتاف من نحبهم فإن أداروا لنا ظهورهم أدارت لنا السعادة ظهرها وإن اقتربوا منا زادت نبضات السعادة في قلوبنا ذلك السواد الطاغ على بؤرة عينيك أشبه بثقب الأسود في فضاء المجرة يرذب كل من حوله ويرميه في شق آخر للكون بعيدا عن كل افتراضيات العلم حيث لا يوجد إلا أنت حين لا تستطيعين أن تكون أما لطفلي وزوجة هي أولى زوجاتي في الدنيا وعينيها ثانهن وشفتيها الزوجة الثالثة التي أتزوجها غصبا عنك ونهديها رابع زوجاتي وألذهن جميعا يقرر هاتان التقدم لخطبة حنين لكنه يقابل برفض والدته القاطع للفكرة على الرغم من مستوى والدته التعليمي الجيد إلا أنها بقيت مكبلة بمقاييس المجتمع النمطية وهنا يظهر امتعاد هاتان من والدته أمي تلك المتعلمة التي تتباهى دائما بشهادتها الجامعية والتي لم يكتب لفتيات جيلها الحصول عليها كما نالتها هي بامتيازا وتفوق على كل قارناتها نست ما تعلمته في تخصص شهادتها الدينية بأن الدين لا يفرق بين كل البشر فالأسود والأبيض في مقام واحد لا يفضل أحدهما على الآخر إلا بتقوى القلوب والقرب من رب العالمين نست كل هذا حينما توجهت إليها بخجال كبير وخوفا عظيم من ردة فعلها الذي وقع كالفأس على رأسها فأرداها قتيلة الأمل بي هاتان لم يواجه أمه هاتان لم يواجه أمه أو يحاول إقناعها إنما يكتفي بلوم نفسه والاعتراف بخطائه وعندما تصبح حنين لغيره يزداد تعلقه بها بطريقة مثيرة للاستغراب ويزداد هذا الرثاء ونعيش ألم الفقد مع هاتان حين يتلقى خبرا صادما بوفاة والده إثرى حادثا أليم فبعدها يصبح هاتان المعيل والسند الوحيد لأسرته ونقرأ عن الصدمات التي تلقاها عند محاولته الإمساك بزمام الأمور وتحمل المسئولية يلجأ هاتان إلى إقامة علاقة عاطفية مع فتاة لبنانية تدعى ديالا إلا أنه يبقى عاجزا عن نسيان حنين إن أعاهدك يا حبيبي أن هذا القلب لن يعرف مجنونا غيرك ولن ينبض بجنون لغيرك النسيان ماكر في اختيار ضحاياه لا يسرق منك ما لا تريده أن يرحل ويختار تلك الذكرى والتي تريدها أن تبقى يسرق لحظات الفرح منك ويوهمك أن لم تذق حلوى السعادة طوال أيام حياتك ويتجاهل أطياف الحزن التي ترهقك بمشاكساتها وبقفزها أمامك وهكذا نبقى نتجرع الحزن والحب إلى أن تنتهي الرواية وهاتان ما زال يبكي على أطلال حبه لحنين وإلى هنا نكون قد قدمنا لكم ملخص لرواية حبيبة بكماء للكاتب السعودي محمد السالم نتمنى أن تشاركوا هذا الفيديو مع أصدقائكم وأن تكتبوا رأيكم في الملخص في خانة التعليقات هذا يساعدنا على المواصلة في تقديم المزيد من الملخصات المفيدة شكرا للمتابعة قناة ملخصة الكتب كل الكتب دعينا ترجمة نانسي قنقر